السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبابا عاملين ايه ورب تكونوا بخير وفي احسن حال انا فتن فؤاد وان شاء الله النهاردة هنعمل الشنطة الباك الجميلة دي تنفع للمدرسة وتنفع للخروج تنفع للنادي جميلة جدا وكمان اليد بتاعتها بتتطول وبتتأثر زي ما احنا عايزين فده طبعا هيخليها تتلبس لأي حد كبير او صغير عايز يشيلها هيعرف يشيلها وهتبقى جميلة جدا وعملية علشان فيها جيوب كتير كمان آآ جيب وراء هو علشان الموبايل والفلوس صغير كده وجيب كبير وراء والجيب اللي في الوش قدام ده الجيب ده كبير عميق لحد الاخر وصل لحد الاخر وطبعا مفصول عن الشنطة من جوة آآ معمول بفاصل بس ده كبير ياخد كراسات يعني مرتاح الدب دوب ده هسيب لكم اللينك بتاع عاميل في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا له ولو فيديو خاص لوحده وفيديو قسير جدا مش نكمل خمس دقايق تقريبا الجيب الامامي ده ممكن يتحط في اللونش بوكس ممكن يتحط في الاقلام اي حاجة زي ما انتو حابين وده الجيب الكبير اللي وراء اللي هتحط في الكتب او اي حاجة عايزين نحطها في الشنطة هنلاقيها واسعة جدا زي ما احنا شايفين كده ودلوقتي هنقس ابعادها مع بعض آآ ان شاء الله الفيديو عجبكم وتستفدوا منه يا ريت الاول بقى لو كنتو مش مشتركين في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتنسوش تعملوا لايك للفيديو كمان تكتبولي رأيكم في التعليقات لو امكان يعني يا ريت هتفرحوني وتشجعوني جدا يلا بقى نقس ابعاد الشنطة مع بعض ارتفاع الشنطة زي ما احنا شايفين كده اتنين وتلاتين سنتي تمام وده مرتاح يعني والعمق بتاعها الحتة اللي هي العمق اصلا 11 سنتي بس هي مدية عمق زيادة لحد تقريبا 13 سنتي تمام والعرض بتاع الشنطة اه 24 او 25 سنتي تقريبا يلا بقى نبتدي على طول ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه هستخدم ختمة كرامية مصري سميك واستخدم معاه برقم خمسة تمام سك الخط كده وهعمل عقدات البداية وابتدي اعمل سلاسل اعملت دول تلاتين سلسلة بطول 24 سنتي تمام كده هرتفع سلسلة وهلف الشغل في اللفة اللي في الظهر دي هبتدي اعمل غرزة حجو اللفة اللي في الظهر برضه اكمل السطر كله حد الاخر وارجع لكم وصلت الاخر لغرزة اياه نعملها مع بعض وبعدين هرتفع سلسلة وهلف الشغل وابتدي اعمل غرز حشو فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو بالشكل ده كده ايني ادخل كده واعمل غرزة حشو خلصت كده تمانية وعشرين سطر ورعة حشو بدون لتزايد ولا تنقص خاصص بطول تلاتة وعشرين سنتي شايفين اه تلاتة وعشرين سنتي دلوقتي بقى هنبتدي نسيب فتحة السلسلة الاولانية هعمل ايه هرتفع سلسلة اهو عشان اعمل السطر اللي بعد كده اعرف الشغل وهشتغل تلات غرز حشو بس واحد اتنين تلاتة تلاتة تلات غرز حشو وبعدين هشتغل سلاسل في الهوى هعمل اربعة وعشرين سلسلة في الهوى على النحية التانية اخر تلات غرز حشو هعملهم واحد اتنين تلاتة دي غرزة رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة هدخل هنا كده واعمل غرزة حشو كمان غرزة حشو ودي التلتة هي الاخيرة الشكل ده دلوقتي هعمل ارتفع سلسلة وهلف الشغل واشتغل غرز حشو فوق التلات غرز دول على ما وصل للسلسلة هوريلكم هنشتغلها ازاي اهيه الغرزة الاخيرة الشكل ده دلوقتي بقى السلسلة دي هشتغل في اللفة اللي في الظهر عشان تبقى مفرودة وشكلها حلو اشتغل في اللفة اللي في الظهر دي شايفين ازاي اهيه دي اول لفة في الظهر ااخد بالي منها مفوتهاش اللي هي دي هدخل هنا كده الشكل ده كده واعمل غرزة حشو تمام الغرزة اللي وراها في اللفة اللي في الظهر برضو اهو واعمل غرزة حشو خلصت كده وصلت لاخر غرزة هنعملها برضو مع بعض اه اخر غرزة يعني في السلاسل اهو وبعدين هكمل بقى غرز حشو فوق التلات غرز اللي هم وفي الطرف الثاني دول الشكل ده كده وبعدين ارتفع سلطلة بقى وكمل شغلي برضو غرز حشو بدون لا تزايد ولا تناقص هعمل كمان اه اربع سطور هعمل اربع سطور وارجع لكم تاني نشوف هنعملين خلصت كده عملت الاربع سطور اللي قلنا عليهم اهو وبقت القطع معي بالشكل ده دلوقتي بقى هنعمل ايه هنبتدي نعمل التناقص اللي هدينا الدوران بتاع الاطراف اللي من ناحية فوق ده هرتفع سلسلة وهلف الشغل كده وهشتغل هسيب الغرزة اللي عليها الدور دي مش اشتغل فيها اللي هي اول غرزة في السطر هسيبها مش اشتغل فيه هروح على الغرزة اللي وراها على طول وهعمل غرزة الحشو بتاعتي اهو بالشكل ده وهكمل السطر فوق كل غرزة حشو غرزة حشو لحد ما وصل للاخر. الخط خلص معي. اواري لكم الطريقة اللي بوصله بها. هقص الطرفين كده بالولاعة. وهسياحهم كده وبعدين الزقهم على بعض بسرعة. الطريقة دي بتكون ثابتة جدا. وكمان بتعملش كالكعة في الخط ما بحتاجش ان انا نضافه. مهم ان ناخد بالي من وش الشنطة هيكون الناحية دي. والناحية دي اللي فيها قصيرة كده اول سطر هتكون جوه الشنطة. يكون فيها اللحمات اللي زي دي كده كلها. تمام? كل الحتات اللي لزق فيها الخيط. هشتغل بقى عالي لحد ما وصل الخيط. المهم ان ناخد بالي ان الحتة دي زي ما قلنا كده تكون جوه الشنطة ما تكونش بره. تمام? هي جات لوحدها معاها. طب لو ما جاتش اعمل اي اما اشد ايدي اوارخيها في غرزتين بس هتزبط معايا لوحدة. وهتيجي جوه. خلصت كده وصلت الاخر غرزة ايه? هشتغلها عادي. اهو. اشتغلتها اهو. هارتفع سلسلة وهلف الشغل واشتغل السطر اللي عليه الدور. برضو هسيب اول غرزة اللي هي انا دي ما اشتغلش فيها واروح على الغرزة اللي وراها واعمل غرزة الحشو. الشكل ده كده. هكمل بالطريقة دي بقى كمان انا كده اعملت سطر اهو. هخلص السطر اللي انا بدأته ده. وهعمل كمان اربع سطور. يعني كله هيبقى ست سطور. هخلص ست سطور دول بنفس الطريقة التناقص دي في اول غرزة بس. تناقص في اول غرزة بس في السطر. وبكمل السطر كله عادي لحد الاخر. وبعدين ارتفع السلسلة واسب الغرزة اللي عليها الدور وكمل. تمام? هكمل بقى السطور دي وارجع لكم تاني. بس كده اعملت كده بقى ست سطور بتناقص في اول الغرزة بس. تمام? كده اجمالي عدد السطور ده من اول القطعة لحد اخرها اربعين سطر. تمام? دلوقتي بقى هنبتدي نشتغل دوران حوالين القطعة كده. هنشتغل ايه? نقفلها بقى كده الاول بسطر منزلق. الشكل ده كده. مش هقفل السطر ولا هرتفع ولا حاجة. هكمل دوران على طول. اروح على الغرزة اللي عليها الدور كده. هدخل. الشكل ده كده. شايفين ازاي? دي اول غرزة قدامي ايه? هدخل هنا كده. واسحبوا الخيط. واسحبوا كمان من اللفة اللي معها الابرة بالشكل ده كده غرزة منزلقة. السطر اللي وراه الغرزة بتاعته بتكون ميلة. بدخل كده. واسحب الخيط. خرجوه منزلقة برضو. اللي وراه بتكون دايرة كده شوية. بدخل فيها برضو. اصحب الخيط. واعمل منزلقة. بدخل في فتلة واحدة بس. يبقى كده قصات كل سطر بعمل غرزة منزلقة. قصات كل سطر بعمل غرزة منزلقة. لا بزود ولا بنقص. اخد بالي ان انا ماشي مزبوط. الغرزة مرة بتكون ميلة كده اللي بدخل فيها. ومرة بتكون دايرة كده. تمام? هكمل لحد ما وصل لهنا. وارجع لكم تاني. خلصت الجانب ده كله هوت بغرزة منزلقة. ووصلت للحتة دي. هبتدي اعمل برضو مش هعمل لا تزايد ولا اي حاجة. هدخل برضو اكمل غرزة منزلقة. بالشكل ده كده. هدخل تحت الغرزة كلها كده. اصحاب الخيط واخرجو من الخيط اللي معيها كمان على الابرة بالشكل ده. اهو. غرز برضو منزلقة من غير لا تزايد ولا اي حاجة. ولا تزايد ولا تنقص. هكمل السطر كله لحد ما وصل للحتة دي. غرز منزلقة بالشكل ده. ولو ما وصل الجانب ده كمان هعمله زي ما عملت الجانب ده. فوق كل سطر غرزة منزلقة. وبعدين اكمل برضو الحتة دي بنفس الشكل. وهنا كمان غرز منزلقة. يبقى هلف القطعة كلها بغرز منزلقة لحد ما وصل للحتة دي اللي هي اصلا كانت بداية السطر هنا. وهرجع لكم نشوفها نعمل. خلصت كده لفت القطعة كلها زي ما احنا شايفين كده اهو بغرز آآ منزلقة كلها لفت بغرز منزلقة. دلوقتي بقى هنبتدي الاول لو شايفة ان القطعة مش معدولة شديها كده وفريديها كويس. بحيس انها هتطلع يعني الغرزة تاخد مكانها كده افريديها ويعديليها كده كويس بايدك. شديها كويس. عشان انت تزبط معاك ويبقى شكلها ايه متناسق ومزبوط. بالشكل ده كده. تمام كده? لو في اي حتة كشكشة حاجة مش معدولة نعدلها بايدينة كده علشان نزبط شكل الشغل معنا. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل السطور بتاعة عمق الشنط هنشتغلها دوران. تمام? هنشتغلها ازاي? مش هقفل السطر وارتفع سلسلة. لا هشتغل على طول في الغرزة اللي عليها الضر بالشكل ده كده في اللفة الخلفية. هعمل غرس حشو في اللفة الخلفية. دي اللفة الخلفية اهي? ودي اللفة الامامية. هعمل غرس حشو في اللفة الخلفية. بالشكل ده كده. شايفين ازاي? اه. غرس حشو في اللفة الخلفية. واضح كده? هم? غرس حشو في اللفة الخلفية. هكمل بنفس الطريقة دي هعمل اربع سطور غرز حشو في اللفة الخلفية دوران بالشكل ده كده لفة حواليها لحد ما وصل هنا ما قفلش اكمل برضو دوران عادي ما قفلش الشغل ولا حاجة لأ بافضل شغالة شغل لي دوران علشان ما يبقاش فيه نهاية وبداية للسطر بتيبقى شكلها مش حلو وفي الاخر بنقفلها ما بتبانش خلط بتبقى شكلها جميل جدا ما بيبانش ان في فارق يعني في السطور تمام دلوقتي بقى هعمل السطر ده هكمله للاخر واعمل كمان ثلاث سطور يعني كل اجمال السطور بتاعت العمق هيبقى اربع سطور هعمل اربع سطور دول وارجع لكم تاني كده عملت اربع سطور حشو في اللفة الخلفية زي ما قلنا ووصلت للمكان اللي هو ايه معروف ان ده نهاية السطر بيكون في المكان ده لو كنت اول عملت فيه اول حاجة اول غرزة منزلقة في الاتجاه ده تمام دلوقتي بقى هعمل السطر الاخير هعمله منزلقة بس هعمله بلون تاني تمام اه حابة ان يكون اللون اللي هو الزيتي ده اي لون انت عايزة تعملي ولو عايزة تكملي بنفس اللون مفيش اي مشكلة هوري لكم بس الطريقة اللي بندخل بها باللون علشان يبقى شكله حلو هدخل كده واسحب الخط وبعدين هجيب اللون التاني اهو واسحبوه هو اللي خرجو كده تمام وبعدين اروح على الغرزة اللي دور وعمل منزلقة بالشكل ده كده تمام اهو منزلقة في اللفة الخلفية تمام اسحب بقى ده كده اثبت الخط كويس عشان يبقى شكله حلو اهو اهو اقص الزيادة دي وكمان دي اقصها واسبتها برضو بالولعة بالشكل ده كده وبعدين هكمل بقى غرز منزلقة في اللفة الخلفية زي ما احنا شايفين كده اهو منزلقة في اللفة الخلفية هكمل لحد الاخر لحد ما وصل هنا وارجع لكم نقفل السطر مع بعض ونشوفها هنا خلصت كده سطر غرز منزلقة في اللفة الخلفية زي ما قلنا ودي اخر غرزة اهو مش هشتغلها هاقص الخط وهجيب ابرة التنظيف دي الاول هسحب الخط ده خرجه كده تمام وهجيب ابرة التنظيف بقى هلضمها كده عشان اقفل الشغل هروح على اول غرزة كنت عاملها اهي اللي هي باللون الزيتي هتخل كده من تحت ديق شوي علشان انا شديدت الخط اهي تمام وارجع الخط للمكان اللي جاي منه تاني كده شايفين ازاي ها الشكل ده كده بقيت شكلها ايه زي الغرز اللي جنبها مفيش اي اختلاف هاقص بقى الزيادة واسبت طرف الخيز بس كده لكده طرف الشنطة اهو بنحاول نعدلها بقى كده نفردها كويس نشد الاطراف كويس عشان نزبطها كده بقدي القطعة كده معانا جاهز هعمل نفس القطعة بالزبط ده هيكون وش الشنطة تمام ده هيكون وش الشنطة هعمل نفس القطعة بقى بالزبط بس هعمل الفتحة بتاعتها دي تكون اصغر حاجة بسيطة يعني مسلا انا كنت عاملة هنا اه ستة وعشرين سلسلة لا اربعة وعشرين سلسلة كنت عاملة اربعة وعشرين سلسلة في الهواء هنعمل بس عشرين سلسلة وهنشتغل من هنا خمس غرز ومن هنا خمس غرز تمام كنا شغالين هنا تلات غرز وهنا تلات غرز لأ هنخليهم خمسة وهنعمل عشرين سلسلة في الهواء علشان يبقى ايه الاجمالي يكون تلاتين سلسلة زي ما هو ايه الاساس هعمل القطعة التانية بنفس الشكل وارجع لكم تاني نشوفها هنعمل ايه? عملت القطعة التانية بنفس الطريقة هاي? بس الفتحة بتاعتها ده زي ما قلنا دي اقل شوية من دي. لو عايز تعمليع بنفس المقاس ما فيش اي مشكلة. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه? هنركم دي برضو على جم دلوقتي. الاتنين هيتراكنوا على جم. وهنبتدي نعمل الجيب اللي هيكون هنا. الجيب الامامي اللي في المنطقة دي. هاجيو الخط كده. وهبتدي اعمل سلاسل. اعمل عقدات البداية. نشيل دي كده على جمي. الشكل ده كده. وهعمل سلاسل. واحدين. تلاتة واربعة. هكملهم خمسة وعشرين سلسلة وارجع لكم تاني. كده عملت خمسة وعشرين سلسلة. ودلوقتي هرتفع سلسلة. وهلف الشغل. وهعمل في اللفة اللي في الضهر دي دي. هسيب الغرزة الاخيرة اللي انا عملتها ارتفاع ما ليش دعوه بها. اروح الى الغرزة اللي وراها في اللفة اللي في الضهر. وابتدي اعمل غرزة حشو. بالشكل ده كده. غرزة اللي وراها في اللفة اللي في الضهر. ده وش السلسلة اهو. هلفها كده. وهعمل في اللفة اللي في الضهر دي كده. غرزة حشو. هكمل لحد ما وصل لاخر السطر وارجع لكم. وصلت كده لاخر السطر اهو. دلوقتي هرتفع سلسلة. وهلف الشغل. وهكمل غرز حشو فوق كل غرزة حشو. غرزة حشو. الشكل ده كمان. كيف نزي? كمان. هكمل بقى انا عملت كده سطر. وده السطر التاني. هكمل كمان لحد ما يبقوا اربعتشر سطر كلهم. لما يبقوا كلهم اربعتشر سطر. هرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه بعد كده. خلصت كده القطع ديات اربعتشر سطر اهو. المقايز بتاعها اتناشر سنطي. اهو اتناشر. والعرض تلاتة وعشرين. تمام? دلوقتي بقى عايزة ادخل باللون الزيتي. فعلشان ادخل بيه لازم ارجع كده. وده بالطرف. واسحبه هو اهو. اخرج باللون الزيتي كده. بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هعمل. هشتغل دوران حوالين القطعة برضو. هشتغل غراز منزلقة بالشكل ده كده. زي ما عملنا في القطعة الكبيرة. هشتغل غراز منزلقة. فوق كل سطر غرزة. بالشكل ده كده. هلف القطعة كلها بغراز المنزلقة برضو. اولا سبت الخيط ده كده. هلف القطعة بقى بغراز منزلقة كلها كده. وارجع لكو ده ايني نشوف هنعمل ايه. خلصت كده لفت القطعة كلها زي ما احنا شايفين كده بغراز منزلقة. بس الطرف ده والطرف ده عملتهم منزلقة في اللفة الخلفية. آآ يعني حسيت منكو ده احسن يعني. تمام? دلوقتي بقى هعمل اخر غرزة منزلقة هيا. وبعدين هبتدي اعمل غرز حشو في اللفة الخلفية. اهو. برضو من غير مقفل وارتف. هعمل حشو في اللفة الخلفية بالشكل ده كده. هكملها كلها غرز حشو في اللفة الخلفية لحد الاخر. والحد ما وصل للحتة دي تاني. يعني هعمل السطر ده للاخر. وهكمل الحتة دي كمان لحد هنا. وارجع لكو ده كده وصلت عملت السطر كله. غرز حشو في اللفة الخلفية زي ما قلنا. وعملت بس في الجانب ده الحتة دي. ووصلت لحد هنا. ووقفت علشان ايه. نشوف بقى فتحة الجيب دي هنعملها ازاي. المفروض بنشوف الزاوية دي الزاوية اهي بتاعة المستطيل ودي الزاوية بتاعة المستطيل. تمام? بسيب قبلها غرزتين. اهو. ودي اخر غرزة هشتغلها هنا. وبعدين هشتغل الغرز اللي في الهواء اللي هعمل فيها بتاعة السست. طيب. وبسيب برضو من الناحية دي الزاوية التانية اهي. تمام? بسيب برضو برضو غرزتين. ودي الغرزة اللي هدخل فيها لما اعمل السلاسل اللي في الهواء هنا. وارجع هنا. تمام? يبقى اعلم بقى الغرزة اللي هي الاخيرة اهي? اللي هي بعد بعد الزاوية بغرزتين. ودي الغرزة اللي هدخل فيها اللي بعد العلامة على طول. تمام? طيب. دلوقتي المفروض بعد الغرز دي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة تمانية تسع عشر. احداشر اتناشر تلاتة عشر اربعة عشر خمس تساتة عشر تبعتشار تمانتش Having shared عشرين واحد وعشرين 개인 وعشرين تلات عشرين اربعة عشرين خلال عشرين هشنا عشرين. ستا عشرين سبعة عشرين تمانية عشرين تلاتين دول تلاتين غرزة. بس بعمل قصادهم كم غرزة في الهواء بعمل تلاتة وتلاتين سلسلة في الهواء. تلاتة وتلاتين. يعني بزود تلاتة سلاسل ليه? علشان تكون القطعة معايا مش مشدودة وانا بثبتها على الشنطة تبقى مفرودة كده ومعدولة ومعايا حلوة. تمام? دلوقتي بقى هبتدي اعمل سلاسل في الهوى. زي ما قلنا بالشكل ده كده. هعمل تلاتة وتلاتين سلسلة وارجع لكم تاني. كده عملت تلاتة وتلاتين سلسلة في الهوى هون. دلوقتي بقى هيجي على الزاوية التانية علشان ادخل وكمل شغلي. نكون قلنا دي الزاوية هي. وسبنا بعدها غرزة وكمان غرزة وفي الغرزة التالتة اللي بقى اللي ورا الماركر على طول هتدخل وكمل غرس حشو في اللفة الخلفية زي ما احنا كنا شغالين. اهو. غرس حشو في اللفة الخلفية. هكمل غرس حشو في اللفة الخلفية لحد ما وصل لهنا. وارجع لكم تاني. كده سطر غرس حشو في اللفة الخلفية لحد ما وصلت للفتحة بتاعت الجيب وهنبتدي نشتغل عليها دلوقت. هنلف الشغل كده ونشتغل في اللفة اللي في الضهر دي. اهي. ونعمل غراز حشو. هون. اللفة اللي في الضهر. ازاي? هكمل لحد الاخر. لحد ما وصل لاخر القطعة الحتة بتاعت الفتحة السوستة دي. وبعدين هكمل غراز حشو في اللفة الخلفية. لحد ما اوصل لاخر السطر. المفروض ان اخر السطر بيكون هنا في الحتة دي. لعنى دي كانت بداية الزيدي اهي. هوصل لحد هنا. وارجع لك وتاني نشوف هنعمل ايه بعد كده. خلصت كده عملت الحد المكان اللي بنقفل فيه السطر اللي هو اخر حاجة ده. وكده خلاص الجيب ده كده بقى جاهز معنا. اهو. ده بقى التسعة بتاع. لو عايزة تزود التسعة عن كده ممكن تزودي كمان زطر بس انا هشايف انه كده كويس وكفاية يعني. تمام? دلوقتي بقى هسحب الخيط. على فعه نقفل. وهجيب ابرة التنظيف. اقص شوية منه من الخيط. بقص الحتة دي كده. بجيب ابرة التنظيف وبالضمع كده بالخيط وبسبته بنفس الطريقة اللي بنسبت بها الخيط على طول. بالولاعة كده. وبعدين دلوقتي هجيب بقى السوسات بتاعة الجيب. السوسات بتاعة الجيوب كلها هقصها كلها مرة واحدة. هشوف بقى كل واحدة كده اصبط المقاس. ده ستزود بزيادة شوية صويرين اما يبقى معي زيادة احسن. هقص للجيوب كلها. كل واحد على مقاسه بزيادة حاجة بسيطة كده زي ما قلنا. وبعدين نركب لها الجرار بتاعها. بس كده. هعمل دي. هنركب دي مع بعض عشان يمكن دي اصعب واحدة في يوم التانيين سهلين جدا. هنركب دي مع بعض. بس بدخلها كده وبعدين لما بدخلها بقى من جايبة الولاعة ومسياحة لاطراف بتاعتها علشان تبقى جمدة يعني متنسلش. بحط السوسة كده قبل لما ركب الحاجات في بعضها من قبل ما ركب الشنطة في بعضها ووصلها في بعضها. بس بيت السوسة مو منتهى السهولة. بالابرة والخط كده عادي خالص. بخلي الخط على اربعة. علشان يبقى جامد. وابتدي اسبت السوسة واخيط كده كويس في البداية في الحتة الاولانية دي في الطرف ده. علشان ايه? يسبت السوسة كويس ان الجرار ما يطلعش منها يعني. وبتدي اخيط كده بمنتهى السهولة والسوسة مقفولة زي ما هي. ما بفتحهاش خالص. خالص يعني طول ما ما هي ما انا بركب السوسة ما بفتحهاش. بركبها كلها وهي مقفولة زي ما هي كده بمنتهى السهولة. طبعا ده ازبط بكتير من اني اركبها وهي مفتوحة. طب لو السوسة مفتوحة نعمل ايه? هوري لكم في تركيب السوسة بتاعة الجبل كبير. لازم نفتحها. بقى واري لكم نعملها ازاي? بفكرة كويسة جدا. هتركبوها بمنتهى السهولة. بخيط برضو الطرف التاني ده كويس. علشان يتسبت برضو كويس انه مطلعش منه السوسة. وبكمل انقل على الجنب التاني. اخيطه برضو بنفس الطريقة. معلش انا صرعت الفيديو علشان بس وقته ما يبقاش ممل وبعدين يعني امتهيق لان الموضوع واضح يعني هو بس تركيب السوسة مش حاجة صعبة يعني ان شاء الله يكون سهل عليكم جدا. بواري لكم بس الطريقة والفكرة. انتو ان شاء الله قده وقدوم. هنوصل الخيط دلوقتي الخيط خلص لضمته تاني وربطته لناحية قدام لو تاخدوا بالكو شايفين ازاي مش ناحية السوسة ليه بقى لان انا بقص كده ولما بسحب الخيط بشده كده كويس بيدخل بين الخيط المكرمية بيبلعه ما بيبنش فيه العقدة دي خالص. واكمل شغلي زي ما احنا ماشيين عادي. لما وصل للناحية التانية اهي شايفين كده خالص اتركبت. هعمل دي كمان بنفس الطريقة. ركبتهم كده كلهم اهو. اهم حاجة من غير مفتاحهم. دلوقتي بقى هنسبت الجيب ده مع بعض. هجيب الدبابيس اللي هي بتاعة الحجاب دي. وابتدى اسبت الجيب تثبيت مبدائي كده. علشان ابعارف انا بعمل ايه ما يطلعش مايل ولا نازل من جنبه وطلع من جنبه ومش معدول لا. بسبت تثبيت مبدائي كده بالدبابيس. بحط كم دبوس كده. وكده كده ما يبقوش ثبتين يعني انا اصلا هعمل غرز لوحدها دلوقتي يعني انه تثبت. هجي على كل ناحية بقى كده جيب الابرة والخيط. واجي على كل ناحية. وابتدي اقدلها غرزتين كده. على ما ابتدي اسبت الف حواليه. اهو. غرزتين بس. مكان كل دبوس. واشيل الدبوس. واحط الغرزتين. اعمل غرزتين. واعقد واشيل الدبوس. وحط الروح للناحية اللي قبلها دي كده. برضو اعمل فيها غرزتين. ده بقولكو ده تثبيت مبدائي علشان ابقى عارفة انا ماشي صح. مش اشتغل كده بالبركة. هيجي اسبت برضو الناحية ديت منها كده. وابتدي اكمل بقى. هروح للنحية التانية بس عشان دي اخر واحدة هي. عشان يبقى كده سبتنا من كل الجوانب. بسبته من خمس جوانب. كده تثبيت مبدأ. الجانب الخامس بقى ده بكمل بقى خياطة. حوالين الجيب داير ما يدور. افضل اسبته بقى خياطة. وبرجع عايدة عليه تاني على فكرة. علشان يتثبت معي كويس. علشان ابقى ضمن ان انا مسبتها كويس. لانه يعني مش هيتفك بقى تاني. يعني لازم نعمل حاجة جمدة ومتينة. وبعمل خط تاني لما الخط بيخلص. وبكمل تثبيت عادي بنفس الطريقة. بعد كده الحتة دي كويس. وكمل خياطة. افردها بس كده وازبطها. وكمل خياطة عادي. بس كده تقريبا خلصت والجيب تثبت او بس انا هعد عليه مرة كمان زي ما قلت لكم علشان يبقى ثابت كويس. حبتع عليه كده مرة كمان. اهو. ودلوقتي بقى هنركب اللوجو كمان في الوش كده. بيعمل شكل حلو لو حابين تحط ويعمل. خلص كده نعمل بقى ايدي الشنطة. دلوقتي هنعمل ايدي الشنطة. هعمل عقدات البداية كده. ايدي الشنطة على فكرة المفروض بتكون على بعضها الادين الاتنين بيكونوا مع بعض خط واحد وبعدين نطوير ونعملو الادين يتركبو في ظهر الشنطة. تمام? يعني الدراعين بيتعملوا مرة واحدة في سلسلة واحدة. هيعمل سلاسل بطول الدراعين مع بعض. تمام? يعني تقريبا كده من مئة وخمسين لمئة وثمانين سنتي هشوف الطول المناسب معايا وهرجع اقول لكم انا عملتها قدقية. هعمل سلاسل بالطول المناسب وارجع لكم. عملت كده سلاسل بالطول المطلوب اللي انا عايزاه. اهي سلسلة واحدة بالطول ده. لو جينا نقسها كده علشان المزورة بس تجيب هطويها على اتنين. هما الادين بيقوا مع بعض بالشكل ده كده. تمام? نجيب المزورة قسها معكم. كده. شوفها بس طلعت معايا قدقية. تمانية وتمانين سنتي ضرب اتنين. يعني اجمالي السلاسل دي طلع معايا كام مية اربعة ومية مية تمانية وسبعين. مية تمانية وسبعين سنتي. تمام? السلاسل بطول مية تمانية وسبعين سنتي. او اي مأس باقي انت تحبي. انا كده كده عاملة بزيادة طبعا. لان الحلقة اللي هحطها بتطول وبتأثر الدراع. فلازم اعمل بقى ايه? بزيادة. يعني لانه كده كده مش هيفرق معايا لو جات طويلة. اه هأسرها. انما لو جات قسيرة مش هيبقالها حالي. فالافضل ان تعملي بزيادة. دلوقتي بقى هنكمل. هسيب الغرزة الاخيرة ديات هاعتبرها ارتفاع. وهدخل على الغرزة الوراة في اللفة اللي في الضهر كده. ده وشي السلسلة اهو. في الظهر بقى. هنا هعمل غرس حشو. بالشكل ده كده. ازاي كده? هكملها لحد الاخر بالشكل ده. غرس حشو في اللفة اللي في الظهر كده. لحد الاخر لحد اخر السلسلة. وارجع لكم نشوف هنعمل. كملت كده عملتهم كلها. عملت السلسلة كلها غرس حشو. زي ما احنا شايفين كده. وقصت الحتة الصغيرة دي سبتها. في طرف الخيط. علشان هبقى ثبت بها الحلقة. اللي هي هنركبها للايد. تمام? سحبت الخيط كده. ودلوقتي بقى هنبتدي نعمل الجزء اللي بيكون عريض في ايد الشنطة. هجيب الخيط التاني. الاول هعلم. هعلم المكان هقيس كده. مثلا تلاتين سنطي. تلاتين سنطي اهو. هنا. واحط مركر. والنحية التانية كمان. هي اسفها تلاتين سنطي. واحط مركر. اهو. مثلا دي كده تلاتين اهين. حط مركر هنا. الشكل ده كده. هيس انه يكون الحيطتين دول يعني يقد بعض. اهو. تمام? كده. شايفين كده? اهو زي بعض اهو. دلوقتي بقى هجيب الخيط اللي هو اللون الزيتي. وهبتدي اشتغل بقى هدخل كده في الغرزة اللي عليها الدور. من بعد المركر هسيب المركر محطوط. وهدخل واعمل غرزة حشو. تمام? وبعدين هاجي على الغرزة اللي وراها واعمل حشو في اللفة الخلفية. بالشكل ده. هكمل السطر كله لحد الاخر غرز حشو في اللفة الخلفية زي ما احنا شايفين كده. هكمل لحد الاخر وارجع لكو تاني. لحد المركر اللي هو ده. كده الجانب ده لحد ما وصلت للناحية التانية اللي فيها المركر ايه? ودي اخر غرزة هنعملها مع بعض ايه? تمام? دلوقتي بقى هعمل سلسلتين كده في الهواء. وبعدين هلف على الجانب التاني الغرزة اللي بعد الغرزة اللي فيها المركر على طول. احنا بنشتغل فيها ايه? هدخل كده. شايفين ازاي? وهعمل برضو حشو في اللفة الخلفية. الشكل ده كده. هكمل ورس حشو في اللفة الخلفية. لحد ما وصل للمركر التاني في الناحية التانية هنا كده. وارجع لكم نافلها مع بعض. خلصت كده وصلت للمركر التاني اهو. دي اخر غرزة هنعملها مع بعض. هعملها غرزة حشو. مش حشو في اللفة الخلفية. الغرزة الاخيرة بس هعملها غرزة حشو. زي الغرزة الاولينية. ودلوقتي هعمل سلسلة واحدة في الهواء بالشكل ده. وهقص الخيط. وهنبتدي نسبته بنفس الطريقة اللي بنسبت بها الخيط. بالشكل ده كده. وهسبته كمان بالولاعة برضو. اهو. نشيل بقى الماركرز. ونبتدي نطوي الايد كده. وهجيب الابرة والخيط ثبتها كده في السطر اللي هو اول سطر كنت عاملاه اللي هو سطر المنزلقة الاوليني ده. بثبت الخيط الاول كده بالولاع برضو. وبعدين ابتدي اخيط غرز كده من بين الخيط بحيس انها ما تبانش. رايفين ازاي? ما بعديش على سلسلة من السلاسل اللي هي بينها قدامي دي. بشتغل مع الخيط كل انسيابية بحيس انه ما يبانشي تركيب الايد من من الشنطة خلص. من جوة مش مشكلة لان كده كده هيتعمل لها بطان. وبرضه هو حتى من جوة مش هيبقى باين يعني مزعج. انما المهم من بره ما نحاول ان احنا نحافظ انه ما نبينوش كده. هنمشي كده بالابرة علشان نروح للايدي التانية نسبتها يا كمان بنفس الطريقة. اهو. سبتها كده كويس. طبعا بسبت بالخد علشان متين جدا. فمهما شلت فيها مش هيجرالها حاجة اليد دي وتفضل جامدة جدا. وهسبت برضو الطرفي كده. وهقص بقى الخيط اللي كنت عاملها في الاول ده. دلوقتي هركب بقى الحلقات للايدي. اربع حلقات. حلقتين عاديين وحلقة اللي هي مزدوجة. حط الحلقة المزدوجة كده. وبعدين ادخل فيها الحلقة التانية. وهجيب الخيط. واسبته كده. وابتدي اسبت الحتة دي في الحلقة في الحديدة اللي هي في النص اللي فاصلة الحلقة اسمها نصي. يعني بسبت الطرف ده بس في الحديدة اللي في النص. وخلاص كده علشان تبتديني بقى حركة ان انا ايه اطول واثر منها براحتي زي ما انا عايز. بسبت كده خلاص بعد ما سبتها كويس. شايفين ازاي بقى كده. ودلوقتي هسبت الحلقة نفسها بقى في الشنطة. بعد كده الغرز اشوف انا حطاه فين. بعد تقريبا خمس غرز وابتدي اسبت الحلقة كده. علشان الناحية التانية اعد نفس العدد الغرز اللي انا سبتها من ناحية التحت. واسبت برضو بنفس الشكل الخياطة كده. بعد عليها كده كويس عشان تبقى متسبتها جامد. وبعدين اعملها برضو بالولع. هعمل اليدة التانية بنفس الطريقة وارجع لكم. فلصت كده عملت اليدة التانية بنفس الطريقة هه. دلوقتي بقى هنعمل القطعة بتاعت الجيب اللي هو الجيب الصغيرة اللي في الظهر. بقص حتة كده. بس تكون بزيادة شوية عشان لسه هرفيها. اعمل لها رفية. فبقص بزيادة شوية من كل جانب. تقريبا سنطي. من كل جانب زيادة. بطويها كده. بخيطها بالابرة والخيط عادي او بعملها على المكانة. شايفين ده انا عملتها كده على المكانة خلاص. ابتدي بقى اسبتها. بس قبل ما اسبتها اسبتها تثبيت مبدأ كده بالدبابيس. علشان تبقى مزبوطة في مكانها ما تميلش مني لكده ولا كده. وبعدين هسبتها بالابرة والخيط عادي جدا بمنتهى السهولة. شايفين كده. الغرز بتكون نحية جوة قوي في 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 سمك الخيط نفسه الخط اللي هو المكرمية. ما بتبانش من النحيتين. بشتغل في بالخياطة في قلب البتاع نفسه في الخط نفسه. لفتها كده خلاص وبقى جيب حلوة هو معنا. دلوقتي هعمل بقى قطعة البطانة اللي هغلف بها المنطقة دي. هطويها برضو كده يا اما خياطها يدو يا اما هعملها على المكانة. انا هعملها على المكانة. قبل ما كان عندي مكانة كنت الاول بعملها على ايدي عادي. ما كانش في اي مشكلة. لو كانت بتفضل جامدة جدا. ما بيجرلهش اي حاجة. بس لو عندي المكانة طبعا هرايح نفسه. بعمل لها كده الرفية من كل الجوانب. وطبعا الحتة دي بتكون يعني على الشنطة على طول ما بتكونش بين جوه الشنطة. لا بتكون الحتة دي اللي نحية البتاع الخيط نفسه. الخيط اللي بتاع الشنطة. مش في ناحية الهواء. تمام? خلاص كده عملت لها رفية في كل الجوانب اهو. ابتدي بقى اسبتها على الشنطة بالشكل ده كده. بطول الجانب كده وبجيب الدبابيس. اللي هي بتاعة الحجاب دي واسبت بها تثبيت مبدأة كده. بطول الجوانب بس كده. علشان اسبتها كويس. تديني اللانحناء بتاع بتاع الجوانب كده. اخد بال ان انا زبطها على السطر اللي هو الاولاني اول سطر منزلقة كنت عملته. بزبط تثبيتي كله على السطر الاولاني اللي هو المنزلقة ده. وبعدين ابتدي اثبت بقى خياطة بالابرة والخيط داير ما يدور. ما بيبنش طبعا من بره الخياطة بتكون في قلب الخيط نفسه. اضبط على الخيط كده. وهلفها للاخر وارجع لكم. عملتها كده خلاص هي للاخر. هنعمل بقى القطعة التانية بنفس الشكل هيكون بطانة وفي نفس الوقت هيكون فاصل. عملته هو خلاص. بقى بطانة وفي نفس الوقت فاصل واسع هو تينفع احط فيه. اي حاجة كراسات او اي حاجة. احدد بقى زوايا الشنطة من تحت كده. احط في كل زاوية ماركر. واشوف المقاس اللي انا هسيبه. اللي هركق اللي هاوصل فيه. واعد الغرز. دول كده اربعة وعشرين غرزة. في الغرز خمسة وعشرين بحط ماركر. برضو في القطعة التانية بحدد الزوايا. كده. وفي الجانب التاني الاخر بحط برضو. وبعدين اعد اربعة وعشرين غرزة. وفي الغرز ده رقم خمسة وعشرين احط ماركر. طبعا الطريقة دي بتزبط لك توسيل الشنطة كويس جدا. بنجيب القطعتين بقى نحطهم على بعض كده. ونبتدي نسبت بابرة التنظيف اللي هي البلاستيك دي. بقى احط فيها خيط من اللي هو اللون الزيتي ده. وبسيح منه حتى كده. واسبته كويس. وابتدي اخيط بقى. اول غرزة بس بدخل كده من تحت الغرزة. وبعدين ابتدي اشتغل في اللفتين اللي جنب بعض. الشكل ده خياطة كده رايح جاي. في اللفتين اللي جنب بعض. هلفها كلها بنفس الشكل. خياطة كده رايح جاي. وارجع لكم. خلصتها كده ووصلت للاخرة هوا. ودلوقتي هسبت بقى حتى الاخيرة هشير المركر كده. وبعدين اقص الخيط. وعمله بقالزقه بالولاعة. خلاص كده. دلوقتي بقى هنركب السستة الاخيرة مع بعض. باجيب سستة كده بالمقاس المطلوب ويكون زيادة برضو شوية. وابتدي اثبتها كده في جانب وهي مقفولة. تمام ناخد بالنا ان السستة تفضل مقفولة لحد ما ثبتها لحد الناحية التانية وهي مقفولة. علشان ازبط. بخيط على الطرف واكمل خياطة كده. اثبتها كده من جانب. وانا شغالة لحد ما وصل للجانب التاني وهي مقفولة زي ما هي. اثبت الطرف برضو. هناك في الناحية التانية. وبعدين. بعد كده بقى بافتح السستة وكمل تثبيت الناحية التانية. بس برضو هوري لكم هنثبتها مع بعض ازاي. علشان تطلع مظبوطة. وما تبقاش في حتة مجدودة وحتة مهوية وكده. لأ. اكمل خياطة كده. بشد الخيط كويس علشان يمشي بين الخيط وبعضه ما يبنشي. بسبت الحتة دي كويس بخيط عليها كده كم مرة. علشان اسبت الطرف. تمام كده. في الحالة دي بقى بافتح السستة. وبجي برضو دبابيس. وابتدي اسبتها كده تثبيت مبدئي. علشان ايه? اخيطها وانا متطمنة وزبطها الدنيا معي. اعملها بمنتهى سهولة ان شاء الله. شايفين ازاي? بحاول قاعدل بس الدبابيس كده ان انا بقى ضمن انها مزبوطة فعلا في مكانها. خلصتها كده خلاص. وبقت جاهزة معانا. وكده الفيديو خلص. اتمنى نكون عجبكم مستفدتم منه. واستودعكم والله. مع السلامة.